تعالوا نشوف بقى احنا بنعمل ايه لمرضى الجهاز الهضمي يخلينوا جيلهم هشاشة عظام كتير اول حاجة انتبيوتكس كتير الناس اللي بتاخد انتبيوتكس كتير اللي عنده اسهال اللي بيجيله ادوار معاوية كتير اجري يا جدع خد مضاد حاوي ضمر المايكروبيوم المعاوي البكتيريا المعاوية ضمر فيتامين كاف في امعائك ضمر عظمك يبقى الناس اللي بتاخد مضادات حاوي كتير بسبب نزالات معاوية متكررة بل هاش لازمة ارجوك انت كده هتبقى مريض معرض للهشاشة نعم نمرة اتنين الاسراف في تناول مضادات الحموضة ومصبطات البروتون الناس اللي عندهم ارتجاع اللي عندهم حمض معدى عالي الناس اللي عندهم قرح حضمية تمام؟ على طول بيسفوا مضادات حموضة كتير قوي وبيسفوا مصبطات بروتون بدا دخلوا ايه بيعمل ايه؟ بيتقل الحمض المعدة الكالسيوم كمعدن عشان يمتص كويس من الامعاء لازم يمتص في وسط حمضي عشان كده بناخد معا فيتامين سي عشان كده بناخد فيتامين سي مع الحديد اه لا ده الحديد لكن الكالسيوم ما بيمتصش في الوسط القلوي يعني كل ما اخد مضادات حيوية كتير واخد مصبطات بروتون بدون داعي يعني جيلي عيان يبقى عنده مشكلة قولون وعنده انتفاخ وعصر هضم انا يقولك انا ماشي على الدواء الفلان لو مصبط البروتون ده بقى لك ادي وليك بقى ل 4 سنين او ده بيقلل امتصاص الكالسيوم نعم